اجتملت كلمة مملكة البحرين كلمة أهمية الدعوة التي وجهها جلالة الملك المعظم إلى المجتمع الدولي من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة لطالما عملت مملكة البحرين على تعزيز مكانتها الدولية المرموقة من خلال مشاركاتها الفاعلة في مختلف المحافل الدولية المهمة وقد جاءت كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال أعمال القمة الأولى لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتؤكد على هذه المكانة الرفيعة والدور الفاعل الذي تلعبه المملكة على الساحة الدولية خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة في الشرق الأوسط يجب أن نرى التنفيذ العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن واعتماد طريق لا رجعة فيه نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وهو ما أكدناه سابقا ونجدد تأكيده اليوم كما أنه من الضروري إيقاف عجلة التصعيد الحالية في المنطقة وتجنب صراع إقليمي أوسع وبالمثل في أوروبا يجب أن نرى نهاية للعدوان وتحقيق سلام عادل ودائم مملكة البحرين كانت ولا تزال مساهما فاعلا في بناء الشراكات والروابط المثمرة مع دول العالم والمنظمات الأقليمية والدولية وهي التي ترتكز على التعاون المشترك المنبثقي من قيم ومبادئ التعايش والسلام وقد أكد ذلك ما اجتملت عليه كلمة مملكة البحرين حيث دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن واعتماد طريق لا رجعت فيه نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وهو الموقف الراسخ والمتواصل الذي أكدت عليه مملكة البحرين مرارا وتكرارا كلمة مملكة البحرين بيّنت كذلك وجهة نظر المملكة حول أهمية إجراء إصلاحات شاملة في جميع المؤسسات العالمية وهو ما يؤكد الرؤية المستقبلية الحكيمة للمملكة لضمان الدور الفاعل والمؤثر لهذه المؤسسات بكل عدالة ومن منطلق روح الشراكة الدولية دعا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وتحث مملكة البحرين جميع الدول على الانضمام إلى هذه المبادرة الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة ولكون مملكة البحرين عنصرا فاعلا في السياسة الدولية وانطلاقا من روح الشراكة الدولية أكدت كلمة المملكة أهمية الدعوة التي وجهها جلالة الملك المعظم إلى المجتمع الدولي من أجل عقله مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وحث جميع الدول على الانضمام إلى هذه المبادرة الحيوية بما يحقق أهداف تعزيز الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة دلالات كثيرة اجتملت عليها الكلمة التي أكدت أهميتها في الشراكة الفاعلة مع دول العالم لتحقيق الخير والنماء والازدهار لجميع الدول والمجتمعات ترجمة نانسي قنقر